كان يمكن لجولة هذا التلتاء من الانتخابات التمهيدية أن تكون جولة أكثر من عادية وذلك باعتبارها الجولة الأخيرة بالنسبة للحزب الجمهوري وما قبل الأخيرة بالنسبة للحزب الديمقراطي لكن ما جعل الأمر يختلف هذه المرة كون انتخابات هذا التلتاء في الولايات الثلاثة منطانا ونيو جيرزي ونيو ميكسيكو بالإضافة إلى العاصمة وعاشنطن بالنسبة للديمقراطيين تأتي في توقيت حساس جدا تختلف فيه الحسابات بين المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن والمرشح الجمهوري المفترض الرئيس السابق دونالد ترامب لا أؤيد أي من المرشحين لا بايدن ولا ترامب الحقيقة الحزبان وجهان أزمة مشتركة فيما يتعلق بالمرشح عن كل منهما شخصيا أميل إلى المرشح المستقل روبرت كينيدي بالنسبة للرئيس السابق هناك حسابات ترتبط بوضعيته القانونية القائمة حاليا بعد تلك الأحكام الصادرة عن محكمة منهاتن بنيورك ولذلك عين الرجل وفريقه الانتخاب سوف تكون مركزة وبشكل كامل على كيفية وحجم التصويت الذي سوف يظهر في الولايات الثلاثة باعتباره غير معني بواشنطن التي سبق للجمهوريين أن نظموا انتخاباتها التمهيدية وفازت فيها المنافسة نيكيهيلي ترامب سيواجه هذه الحقيقة الجديدة أنه الآن يواجه حكما قضائيا وبالتالي كيف ستكون ردة فعل الناخبين وما هي رسالة التي سوف يقولون بها كعضو قديم في الحزب الجمهوري من الصعب علي رؤية الجمهوريين يصوتون لصالح ترامب التاريخ علمنا دائما كيف تتحول الأحزاب إلى صوت الفرد الواحد وقتها تتوقف الأفكار ويتحول كل شيء إلى إظهار الولاء ولا يبقى مكان لآراء الناس المخالفين رئيس بايدن يواجه حقائق أخرى منها حركة غير الملتزم التي يواجه فيها أصوات متعالية خاصة في نيوجيرزي بصورة خاصة وهي إشارة أخرى إلى تلك العقبة التي يواجهها الديمقراطيون ليس فقط بالمناسبة على مستوى الانتخابات الرئاسية ولكن أيضا على مستوى تلك الانتخابات المحلية المرتبطة بمقاعد مجلسي النواب ومجلسي الشيوخ ومنها ولاية نيوجيرزي التي انفتح فيها السباق الآن على مقعد سيناتار الولاية بوب مندينيز كل هذه الحسابات هي في حسابات بايدن وترامب ولكن بالنسبة لبايدن يبدو أن الأمر أكثر راحة وأكثر ضمانا هنا في العاصمة واشنطن رابح فلالي الحرة واشنطن